السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نقدم لكم الأرز بالزعفران والجبن نتمنى أن الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها لا تنسوا إعجاب الفيديو وتعليق ونمروا على الطريقة وعلى مكونات تحضر بسم الله سوف نأخذ واحد مجرس واحد معلقة كبيرة الزبدة الزعفران الحر واحد البصلة بصلة كبيرة البصلة الملح البزار نحرك البصلة حتى تبدأ تعسل الزبدة الملح البزار كذلك نحرك بسبب نضيف البصلة الزبدة الملح بسبب الزبدة 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 ونضيف الزبدة الخالط نحرك كل شيء نحرك حتى تحمر بسبب ضبدة العبدة يمكنك تصل لذلك الطائف ونضيف الزبدة ونضيف قد تستعمل الزبدة الزبدة ثم نضيف ثم نضيف نضيفه كامل بالماء. نضيفه 1 طبقة بفق منه الماء. نغطيه عليه. نضيفه حتى كي طيب. عد بشر رجعوه لي ان شاء الله. فطنجر اخرى او مقل اخرى. نضيفه الكفتة اللي نضيفه نضيفه مع الروز. ندرس معها تقريبا 1 جج معلق دير زيت الزيتون. وشوية نضيفه 200 جرام دير الكفتة. نضيفه الملحة وشوية دير البزار. نضيفه الكفتة تشحر مزيان. هذه المكونات اللي انا قدرت ليها حتى كالطيب. انا اناesting dirty بضغط وشياز مختلفة. لكن لا تت queríaachten. لو يا عادي انا باؤليات بعد تشلات كل مارحة. together الزعفران 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 يكون عندكم وتنحركم مزيان صفي هناك نخليو الروس ديانا حتى كيشرب ذاك المم زيان كي ينشف من الماء نحاول ونتفعو عليه وهو بقي في شوية لانا مليسا نتفعو عليه تيزيد يشرب مازال الماء صفي ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي دير هالطبق الروس ديانا مباد موجد كيماشتو كيفاش كيجي كيجي معلك غزال لدة عرصو ديك الكفتة دك الزافران كيتواتا والجبن كيتواتا معهم بزاف كيجي لديد وغزال فهنا كنقدموه عادي نقدمو مع شو يديد جبن خليفل وشو يديد ربيع المعدنوس يعني باش كتزين وصافي كيجي الطبق ديالكم غزال وجميل كنتمنى ان الفيديو ديالي وما ينال اعجاب ديالكم بتنسوش انكم تديروا اعجاب للفيديو تنبارتاجي والفيديو السلام عليكم تلقوا فيديو اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة